هذه الصور لمجموعة من طالبين لجوء العراقيين اعتقلتهم قوات حرس الحدود التركية بعد أن طردتهم اليونان وجردتهم من ملابسهم ولم تقدم لهم الطعام أو الماء بحسب بيان وزارة الدفاع التركية قضية هذول اللاجئين 42 عدتهم 42 لاجئين أكثريتهم من لاجئين العراقيين من عرب والأكراد أقليم الكردستان من دخلوا الأراضي اليونانية تم احتقالهم وأخذوا كل مستمسكاتهم وتم تعذيبهم من قبل الجنود اليونانية وتم ترحيلهم إلى تركيا بطريقة غير إنسانية وبدون أي حقوق الإنسانية والحقوق المدنية 42 طالب لجوء معظمهم من كردستان العراق موجودون في مركز احتجاز تركي في أدرن الحدودية لا يستطيعون التواصل مع العالم الخارجي ومن غير المعروف ماذا سيكون مصيرهم لعبر لاجئين يومية العوائل والشباب بس هذولة لحد الآن لم تم احتقالهم من قبل القوات التركية وهم حاليا موجودين بالمخيمات طابعة للاجئين وتتم عاملتهم بالقانون الهجر ومهاجرين التركية ولم يذكر لحد الآن بيناتهم العوائل أو لا ولكن أكثريتهم هم الشباب من العراق من أقليم الكردستان حاولنا نواصل معهم ولكن لم يحتاج الإذن من قبل الوالي ولم نحصل إذن من قبل الوالي يعني من قبل المحافظ ولكن حالتهم الحمد لله زين اليونان أعلنت أنها لن تقبل طلبات اللجوء المقدمة إليها من القادمين عبر تركيا وأخبار عن إنقاذ طالبي لجوء إلى تركيا باتت شبه يومية في الإعلام التركي خصوصا وأن تركيا تعد معبر العبور لطالبي اللجوء إلى أوروبا عبر اليونان ربما يعود قسم من طالبي اللجوء العراقيين إلى كردستان ويبقى جزء منهم في تركيا تحت صفة لاجئين ولكن على الأرجح معظمهم لن يصل أوروبا على الأقل في الوقت القريب هنادي الخطيب الحرة اسطنبول